20 أكيد ناطرين كتير عالم عيد ميلادهم اليوم وفي كتير عالم بدأت تعرف شوية حزوزة والأبراج وشو مخبي للفلك كل هاي المعلومات رح ناخدها من مدام نجلة أبانية اللي نضمت لإلنا لنقلها يسعد صباحك يا مدام صباحك خيرات يا رجل يسعد صباحك يا نجلة صباح الخير يا نور صباح الخير للجميع كل مشاهديننا تمانيات يلقى لكم بالسعادة تظلوا دائما بخير 7-8 يعني عطارد ما زال كوكب السفر والأوراق متقدما في برج العزراء إلى جانب المريخ كمان كوكب الطاقة والحماس في برج العزراء هاد عم بيخلي العزراء وبرج الثور وبرج الجدي نشيطين وعندهم نوع من أنواع هيك الحركة والفرحة يمكن طبعا وجود الأمر اليوم كمان ببرج الثور عم بيزيد هاي القصة ما زال الظهرة يتراجع في برج الأسد العامة لأغلبنا خيبات على الصعيد الشخصي أو الأمور ما كتير الأرياح بدنا كليتنا تقريبا شوي ترواقع صعيد نشخصي أول أخباري العزيز دا مولود برج الحمل اللي لازمه اليوم مزيد من السيولة ما بعرف عم تكتر احتياجاتك هاي الأيام ومالك غالبا عم تنفقه عن رفاهية هلا أنا بقول اليوم تعاطى بحكمة في أمورك المالية لأنه لازمك تنسيق بين ما هو ضروري وما يمكن الاستغناء عنه طبعا برج الحمل دائما ما عنده شي يستغني عنه بس أنا بقول تقدر تقدر أنك تستغني إذا أرادت أنك تعمل توازن بالمصروف برج الثور اليوم قضايا مهمة شاغلته فهي مبكيره علاقاته أفضل فعليا محيطك اليوم عم يملحك إعجاب أو أنت حابة لتطلع لتقابل ناس لتشوف ناس في حظوظ مرافقة في أضواء عم تجعلك تلفت الأنظار وهي الأيام للتوازن المطلوب لتشعر أن الناس لحواليك السعداء فيك على الأقل يعني أصدقاء أو أقارب أو نوع من أنواع المشاكل اللي قادر تحلها أنت تقوي علاقاتك بمحيطك مولود برج الثور عندك تفاؤل ومحبة مولود الجوزاء أنت اللي ما كتير مرتاح اليوم ما بعرف ديئة خلق على شوية نفاذ صبر على كلمة مانا مريحة ممكن تجعلك تخسر أصدقاء هلأ اليوم متعب على صعيد الشراكات القريبة زوج زوجي أخ أخت وملاء العمل المقربين يمكن بسبب اتهامات لألك أنك لا مبالي أو ما كتير مهتم هلأ أنا بقول المواجهة مع حدا من الناس اللي حواليك محتملة اليوم مولود برج السرطان اليوم تليفونك ما عم بيوقف رن دعوة مناسبة تعارف عابر رحلة ما بعرف كل واحد حسب وضعه بس اليوم في شي هيك عاطفي يولد أو ينمو عموان عم تمثل علاقاتك بالأخرين وعم تتواصل مع أصدقائك هلأ هاي الأيام عم فيه جديد لو علاقة بالزيارات أو دعوات مولود برج الأسد الحياة أنت أكثرنا تعباً اليوم ملك الأريح عصبي وكلمتك على الغالب جارحة حاول أنك تعمل نوع من أنواع التغييرات حواليك ولا تحكي كلمة أنت ما بتعنيها اليوم بالذات فيه نقد لأعمالك أو تأجيل ببعض الأمور أو يسعى من حولك لعزلك عموماً أو لازم تثبت مواقعك أمام قصة العلاقة بهيك اهتزاز قد لا تلاقي صدى لكلامك اليوم مولود برج العزلاء لا اليوم عم بيدخل بحوارات ليحسن أموره العملية أو اتصالاته هاي الأيام فيه هيكي شيء إيجابي له علاقة بمحول ماضي المقلق ربما أو فيه عندك زكاء مهارة ناس حواليك عم بيساعدوك عم تعقد صداقات اعتزارات تقبلها ربما بعد فهم الأسباب تستمع لمن تحب يوم جيد بالنسبة لألك فيه عروض حواليك كثيرة قصة مهنية مالية يمكن تكون جيدة مولود برج الميزان اليوم كمان الأمور لألك جيدة وعفكرة عندك 3-4 ايام يعتبروا الأفضل سواء للمال سواء للمصالحات سواء للقاءات ممكن تكون مهمة أو إصلاح لبعض الأخطاء السابقة ربما قمت بها بدون أن تقصد إذا عندك شيء أوراق فاليوم مناسب جدا لكل ما يتعلق بالأوراق مولود برج العقرب اليوم الأمور لألك فيه ديئة خلق قرارات انفعالية ربما نوبة من نوبات الغضب هلا أنا بقول اليوم عالج أمورك ومشاكلك بهدوء حاول أنه ما تخلي أمورك تأثر على أمورك الشخصية أمورك العملية أصدت على أمورك الشخصية ربما تجرح أو تكون جارحا أكثر من الحد اللازم أو أنه حماسك اليوم مولود العقرب عم بيقل وعم يدبل مولود برج القوس اليوم لازم تبزل جهد أكبر لتخلص شغلك المتراكم اليوم فيه عمل كتير والحقيقة راحة قليلة ويمكن محيطك غير متعاون فيه نوع من أنواع الكركبة بالعمل يعني أمورك العملية انتبه عليها لأنه فيه مسؤولية قصوة على الغالب وقادر أنك تستغني عما لا يلزم مولود برج أرجى ديليوم أحد الأيام الإيجابية لتستعيد مكانتك وتتلقى دعم غالبا أنت إيجابي اليوم عم تترك لغة الحسم وعم تتقرب من حظوظك طيبة واليوم فيه صحي التقدير للأمور أو ممكن تحل مشكلة أو يكون صوتك بسموع وتأثير جيد عموما تسمع تشارك وتستفيد مولود برج أدى ديليوم أنت اللي الآن مانك بأريح حالتك وقد تفسد علاقاتك بمن حولك نتيجة جدال نقاش نوع من أنواع المضايقات هلا أنا بقول ابتعد عن مصادر العصبية حاول تكون أكثر هدوءا اليوم ولا تزعيش حياتك تشدت تشنج أو عصبية أو صوت عالي سماع اليوم أكتر مما تحكي مولود الحوت أحد الأيام الجيدة لتمتن علاقاتك بأصدقائك لتكون مرح حيوي لترتب أمورك بشكل إيجابي اليوم فيه طاقة حماس عند مولود الحوت تقدر تتغلب على المصاعب وتسيطر على عصبك موليد سبعة أب كل عام وأنتوا بخارج على أيامكم سعيدة اجتماعي لافت متحدث لبق عاشق للسهر والحفلات ليس ممن يعظمون الأمور بيتجاوز كتير تفاصيل خاصة أنه وقت اللي بيكون رايح باتجاه نجاح شوي مهمة اللي واجباته العائلية وقل ما يستطيع الإصغاء للنكد يعني بتبتعده تماماً قدامه وليد سبعة من أنه تحكوله نكد لأنه غالباً يعني في عنده نوع من أنواع الهيكل المضايقات من النكد على كل أحوال مثقف ليس منظر زكي وليس محاضر من الأشخاص اللي عندهم شخصية محببة للأخل سنة ممكن يكون فيها فرص سفر زيادة بالراتب سعادة سببها ورقة يعني ارتباط ربما أنت محبوب ومرغوب والأمور لألك إيجابية وجيدة أحد العوام الجيدة لمولود سبعة خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود خليني جايب على أسئلتكن على 18.45 غرام عم تسألني عن أمور هاي سدوقاتك يا غرام والله هي في سنة جيدة على الأقل بداية عاطفية جديدة هلا هي ليس قبل التاسع من التسعة وما بعد الأمور أفضل بكتير هلا هذا شهر لا يعتبر كتير الأريح غدير عم تسألني عن أموره والله سنة جيدة بالنسبة لألك رغم أنه هات الشهر فيه شوية بضايقات بس هي كسنة تعتبر إحدى العوام الأفضل وفيه هيك إيجابيات سبب قصة جديدة بحياتك تايمة بنت أجاح هم تسألني مع بشار يسدوقاتكم هلا الموليد البعثية لأ له غلط يا تايمة بس أنا بقول لألفين وواحد هي ألفين طبعا أنت تنين صيني ما ما قادرة جاوبك ما رح نستفيد شي لأنه إذا هو بيكون بالشهر اتناعش فالعلاقة بيناتكم ليست الأفضل حامد دي سدوقاتك يا حامد لا ما قلت شي مفرح ما قلت ما قلت ما قلت أبدا قلت بالتاسع هلا هذا الشهر رست فيه جزء من تعب صحي وجزء من تعب مالي للتاسع وما بعد ايه أمورك أفضل بكتير قال أنت قلت عند الحوت إنه في شي مفرح لا ما قلت ما قلت مع أنه فيه بداية جديدة ربما عاطفية أسماء بنت نائلة عم تسألني مع محمد دي سدوقاتكم والله الأمور بيناتكم جيدة إحدى العلاقات الأفضل بس المشكلة هذا الشهر ما كتير مريح يا أسماء ما بعرف إذا بتلحقوا لأواخره تعملوا لكم شيء تصمهمة بس أنا بظل التاسع حتى تكون الأمور جيدة للكم عائشة عم تسألني عن أمورها يعني أشهر قادمة جيدة يا عائشة وممكن يكون في إلك بداية جديدة سهام عم تسألني عن أمورها سهام هي سن تحظك عاطفياً لكن هذا الشهر بتراجع الزهرة في برج الأسد صديقك عم بيخلي الأمور شوي هيك أخدي طابع شك خليني يقول أو غيري أو تأجيل تأخير ألا أنا بظبتك لآخر الثامن حتى تبلش أمورك ترتاح نبيلة عم تسألني عن أمورها مع زيادة في الأوقاتكم يعني إحدى العلاقات الأفضل مع أنه أنا دائماً بشوف هالبرجين بس ارتبطوا بصيروا حكي كتير فعل قليل بتبعيد أسمعوا جعجعة ولا أرى طحناً يعني أنتو بتوعدوا بعض ميتوعد بس ما بتوفوا ولا ببعد كل واحد فيكم بيتصرف على كيف هو بالأخير وبيعملي البدوية هلأ بطينا تكون روس انتبهي على هالقصة لأنه هذا شهر ممكن يكون فيه شجارات أنا اسمي سارة شو برجي؟ 22-5 هو برج الجوزاء يا سارة والأمور اللي إليك إيجابية أنت مو بس جوزاء أنت جوزاء وأرض صيني يعني أنت بتعرفي إمت القرش وبتعرفي تجيبي القرش وبتعرفي تحافظي عليه رغم كل محاولاتك بالكرم أو كل محاولاتك أنه تشرحيننا الدينتي كريمة يعني ناجي يعني بيسألني عن أموره أمورك جيدة جداً يا ناجي رغم أنه هالشهر فيه نوع من أنواع التعب بالعمل شوي انتبه بس المعتاد مفيشي سيء بس أنا بقول التاسع والعاشر لحكونه كتير أفضل لك لأنه فيه نوع من أنواع التغييرات جعفر بشكل عام الأمور المالية ليست الأفضل بدك تحافظ على مالك مو بس شهر الجاي ولا البعده ولا البعده ست سبع شهور لسه أمورك المالية لا تعتبر الأفضل بينما بقيت الأمور جيدة جداً هلأ أنا عم بقبض لأدفع مستلزمات هاي أمور مالية معتادة أنا عم بحكي على الإدخار عم بحكي على الرفاهية هاي اللي ما أظلنا كتير موجودة بالست سبع شهور القادمة مونير عم بسألني عن أموره يسأل وقتك يا مونير أنت حدا لطيف ومحبوب من الآخرين لذلك اعتمد على هاي القصة يعني اعتمد بعلاقاتك بالآخرين اللي صايرها مانا كتير الأريع بس لو اعتمدت على حكاية إنك محبوب وإنك تضلك رايق فأنا بقول إيه علاقاتك بالآخرين جيدة هلأ في تغييرات كأنه يا مونير مو هالشهر البعده في تغييرات نغم بنت رحاب هلأ ما عرفت مواليد محمد يا نغم بس أنا بعتبر إنه ايه سنة ممكن يكون فيه سفر ولو إنه مو هات شهر الشهر القادم ما بعرف إذا هنن سوسر محمد لأ مهم سوسر محمد مواليد 98 ومواليد 2000 إحدى العلاقات الأفضل يا سوسر محمد علاقة جيدة جداً بس أنت غيورة أكثر مما يجب وهو يعني محب للآخرين كلاً أكثر مما يجب كثير انتبهي على هالقصة أنه غيرتك ممكن تجعله هيكي يحس بالاختناق لبعض اللحظات هلأ كل مواليد هذا البرج ما بيحبه الغيرة وانت الحياة غيورة فكثير بيغت انتبهي على هاد الجانب ولا تشكي كيفيه يعني لا تكذبيه هاي كمان قصة مهمة بعلاقتكوان حتى تمشي بطريقة أفضل حسن عم بيسألني مع تسليمي سدوقاتكن والله هي العلاقة بناتكن ضمن إطار الجيد مع أنه هي بنوتي عصبية ومتسرعة وأحياناً نافذة الصبر يعني قادرة يخزي العين بس من جوها طيوبة ومن جوها كتير هالشي بالعكس أنا بحسك انت الأقوى عموماً يا حسن وعلاقتكن حلوة والسنة كتير مناسبة إذا حابين ارتباط رانا عم تسألني بنت فاطمة سدوقاتك يا رانا إحدى العوام الأفضل يا رانا سنة جيدة جداً خاصة الشهرين اللي جايين عاطفياً يعتبروا الأفضل هي السنة سنت عواطف بامتياز ميلاده باتولي سيدة وقتكن والله هي أنا بشوفكم بإحدى العلاقات الأفضل علاقة مستاهلة إنه تنعطى شوية وقت لأنه هاد الشهر بحسه بلبك بدك للشهر القادم وحطي ببالك إنه هو حدا بياخد قراراته كتير ببطء أنا ما بعرف قديسلكم متعرفين عبعض أو قديسلكم بتعرفوا بعض بس أبداً متبع ياخد قراراته بسرعة لذلك كتير انتبهي بنان عم تسألني مع بكر يا سيدة وقتكن علاقة جيدة جداً يا بنان وبكر على الأقل قادرة إنك تسيطري عليه أو قادرة تبشي مكلي ما بدك هلأ هو برشك والصيني مو كتير تمام بس بتقدري تمرئ أمورك معه على كل الأحوال والله يقدم لك في الخير تبارك عم تسألني عن أموري يا سيدة وقتك يا تبارك يعني رغم إنه الشهر مو كتير كتير مريح بس مفي شي سيء بس أنا بقولك تغييرات بدك أواخر هاد الشهر بدايات الشهر القادم أمورك جيدة على كلين هذا عام للحظوظ كوسر عم تسألني محمود عم تسألني مع زوجة علاء بسيطة وقتكن والله علاقتكن جيدة جداً 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 بعدين انت بتحبيه كوسر في محبة متبادلة ومتل ما بيقولوا المحبة بسترت العيوب على كلين وضعكم المالي أنا ما بشوفه سيء على هاد الشهر للصرف الشهر القادم كله عبعضه أفضل بكتير ملاك عم تسألني عن أمورها سنة جيدة يا ملاك والسنة بالنسبة لأليك أصطر مهمة كتغييرات بس أنا أرجح إنه أواخر الصيف وليس هذا الشهر إذا عم نحكي عن تغيير يعني تاسع وعاشر رح يكون الأمور لأليك إيجابية وجيدة يجعل أيامكم دائماً سعيدة وتظل أموركم إيجابية وجيدة مع شهر إلى جيدة شهر إلى حجم